في إطار جهود قطاع القنصلية بوزارة الخارجية في متبعة تطورات قضية المواطن محمد إبراهيم منصور الذي تعرض لحدث قتل في إيطاليا أفادت القنصلية العامة في ميلانو بأنه تم إلقاء القبض على الجناة ووفقا لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية وأنه جاري البحث عن مزيد من المشتبه في توروتهم في الجريمة هذا وتستمر وزارة الخارجية في متابعة سير التحقيقات حفاظا على حقوق المواطن وضمانا لسرعة عودة رفاته